فهذه القبيلة لا تعرف الاستقرار فهي دائمة الترحال بشكل يومي منتظم مع اشراقة كل صباح فبعد انقضاء موسم الامطار في اغسطس وسبتمبر في اقليم راجستان تبدأ قبائل الربار في الانتشار والترحال في كل انحاء راجستان بين القرى الصحراوية والمزارع الريفية فهذا التنقل المستمر يوفر لهم فرصة دائمة لتجديد المراعي في مواقع مختلفة وان من الملاحظ في هذه القبيلة الرعاوية الرحالة انهم رعاة اغنام في الدرجة الاولى ولهم قطعان كثيرة على خلاف اهل القرى الصحراوية الذين لا يملكون الا رؤوسا قليلة من الغنم كما تبدو اغنام الربار افضل حالا من المواشئ الاخرى كما ان الترحال يؤمن لهذه القبيلة اعتبارات اقتصادية اخرى من خلال بيع بعض المواشئ والخراف الصغيرة والاصواف والالبان اثناء المرور بالقرى المختلفة في ترحالهم ان الابل مع الربار ليست للتربية والاكثار بل لنقل الامتعة والمؤن اثناء الترحال فهذه الركائب من الابل هي من وسائلهم المتاحة في ترحالهم المستمر وان الملاحظة قلة المتاع والاثاث لهذه القبيلة وهذا ما يساعدهم في التنقل من مكان الى اخر بشكل يومي ان لكل عائلة في القبيلة راحلة واحدة فقط لنقل مؤنها ومتاعها والمرأة الريبارية هي الموكلة بجمع وترتيب هذه الحوائج المبعثرة ووضعها في خروج كبيرة على ظهر الراحلة بتوازن دقيق وترتيب محكم حتى لا تتميل الاحمال ويسقط المتاع اثناء مسير الراحلة فللنساء الدور الابرز والاهم في الاستعداد للرحيل مع كل صباح ونادرا ما يشارك الرجال النساء في هذه المهمة فهم موكلون بالرعي فقط وفي اوقات الفراغ يفضلون التدخين على مشاركة النساء في تحميل الامتعات على ظهور الجمال تعتبر العمامة الحمراء علامة مميزة لهذه القبيلة كازي موحد وهوية خاصة ويعرف الرباري باصحاب العمائم الحمراء بعد جمع لثاث والمتاع المباثر على ظهور الابل تربط الخراف الصغيرة التي لا تستطيع المسير بربطة خاصة على الحمار ولا يقتصر الامر على ربط صغار الاغنام بل يربط الاطفال ايضا فوق الاحمال قبل الرحيل فهذه الام تربط طفلها باحكام فوق متاعها فهذا الصغير يعتبر القطعة الاخيرة قبل البدء في المسير وان لم يكن هذا الطفل قطعة من اثاثها فهو قطعة من قلبها تضعه مكرهة في هذا الوضع غير مأمون العواقب ولعل عزاء الام انها تمسك بزمام هذه الراحلة التي تحمل اغلى البضايع على ظهرها طوال فترة المسير اما هذا الطفل المحمول والمحكم على ظهر هذا الجحش الصغير فهو اسعد حالا من الاطفال المعلقين على الابن فهو بوضع امن وبرتفاع منخفض لقد افصحت هذه الناقة عن فيض مشاعر الامومة في خاطرها وهي ترى صغيرها يوضع في الخرج على ظهر ناقة اخرى لقد افزع العائلة وضع الناقة المضطرب وهي تحمل طفلهم على ظهرها فلقد انتاب العائلة والناقة قلق وخوف متبادل فكلاهما ابنه محمول وكل يخشى على صغيره من الاخر تلك احكام وظروف الترحال عند الريباري في كل صباح لقد شدت الاحمال وبدأت القافلة بالمسير فهذا الترحال الدائم بشكل يومي بين القرى والمزارع الجافة يمنحهم فرصة اخرى للرعي في مواقع جديدة وحظ اكبر في بيع بعض المواشي على اهل القرى والارياف فلكل عائلة في هذا النجع سرير واحد وبعض من الاغطية وقليل من الاواني والمؤن بلا خيام او بيوت قد تعيق ترحالهم الدائم فهم لا يعرفون الاستقرار فلقد احترفوا حياة الترحال وحققوا المفهوم التقليدي والحقيقي للبداوة في نمط معيشتهم من خلال هذا التنقل والترحال بحثا عن المراعي في كل مكان لا تتعدى مسافة الرحيل اليومي لهذه القبيلة اكثر من بضعة كيلومترات فهي ما بين اربعة الى خمسة كيلومترات في الغالب فكلما طالت المسافة زادت المشقة لذا تحرص هذه القبيلة الا تشق على المواشي والاغنام بطول المسير الذي يصيبها بالهزال وسوء الحال لقد نام هذا الطفل تحت ايقاع خطوات الجمل المتزنة اثناء الرحيل بمهاد من الحبال المربوطة من حوله فالوقت حان ليافيق من نومه فقد حطت الراحلة في المنزل الجديد لا ياخذ انزال هذا العفش المتواضع والاثاث البسيط الكثير من الوقت او الجهد على هؤلاء النساء المتمرسات على حياة الترحال فكل امرأة منهن تعمل بنشاط وحيوية فالمرأة الريبارية امرأة ديناميكية وربة بيت حقيقية وان كانت لا تملك بيتا في هذا الوضع فهي ربة للعائلة تدبر شؤون الرحيل الذي اعطى صبغة خاصة في حياة هذه القبيلة فهي من تدبر كل امور المعيشة فلقد اوكلت كل المهام الشاقة على عاتق هذه المرأة على خلاف الكثير من القبائل الهندية التي غيرت انماط معيشتها بقي فريق من قبيلة الريبار متأصلا في جذوره باقيا على هويته بين الترحال والرعي فلا تزال هذه لضعان مبعثرة في العراء لم تلتفت لصوت قطار الحداثة ولم تركب جادة التغيير يعمل هذا السرير عمل الخيمة في الاقامة عند الريباري في الحل والترحال فهو يمثل عمود الارتكاز للعائلة فعليه تنضد الأغطية والفرش وتحته تحفظ المؤن وينام الأطفال وعلى ظهره ينام الزوجان في المساء بعد انزال المتاع والمؤن من الإبل في المنزل الجديد تذهب النساء بأوانهن إلى الماء لجلبه من البرك والآبار المجاورة والتي تبعد كيلو مترين أو ثلاثة عن محط رحالهم لا تجد المرأة الريبارية وقتا للفراغ ولا طريقا للكسل فبعد جلب الماء من الآبار تذهب لجمع الحطب في الجوار بين الأشجار فتجمع الخشن الشائكة من الأغصان ثم تحمله كوقود للنار للطبخ والطهي إن رعاة الريباري الذين سراحوا في الصباح الباكر بأغنامهم نجدهم في كل مكان بحثا عن المراعي بين المزارع وعلى سكك القطار فهم يحسنون انتهاز المواقع والفرص فكثيرا ما يداهمون المزارع الخضراء في غفلة من أصحابها لذا يحرص الكثير من المزارعين على مراقبة حقولهم أثناء مرور هذه القبيلة حول قراهم وأريافهم ترجمة نانسي قنقر لقد حافظ فريق من قبائل الريباري على أنماط معيشتهم التقليدية قبل أن تطويها عجلة الزمن في ركب الحضارة فلقد هجر الكثير منهم حياة الترحال واتجهوا صوب الزراعة والصناعة إلا أن ثلة من هذه القبائل ظلوا صامدين في مواجهة التيار الجارف نحو المتغيرات فلم تغب شمس الترحال عن حياتهم فظلوا أحراراً في ترحالهم وأسياداً في أسفارهم بلا قيود في المكان أو الزمان فأصبحوا ملوك الترحال في راجستان وأشهر الرعاة في أرض الملوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر